تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض عملية الميوزس وزي ما قلنا ان الميوزس عبارة عن مرحلتين مرحلة اللي انا بقول عليها الميوزس 1 والمرحلة التانية اللي هي الميوزس 2 بعكس الميوزس هو عبارة عن مرحلة واحدة الميوزس بينتج عنه في النهاية خليتين لكن الميوزس بينتج اربع خلايا في الميوزس الخليتين بيبقوا نسخة تبكي الاصل من الام وكل واحدة فيهم 46 سينجل كروموزوم بعكس الميوزس اربع خلايا كل واحدة فيهم 23 سينجل كروموزوم خلينا اقولك ان الميوزس بيمر بنفس المراحل بتاعة الميوزس فبيبقى عندي في الميوزس 1 قبليه بيحصل عملية الانترفيز وفيها في الاسفيز بيتم تضاعف لكمية الDNA اللي هي موجودة في النيوكليس ماشي؟ وكمان بيحصل تضاعف للسنتريول في مرحلة G1 وزي ما قلنا بيكمل في G2 عشان كل واحد فيهم يبقى موجود في قد من اكتاب الخلية بتاعتي اتفقنا؟ طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الخلية استعدت؟ هتبتدي ان هي تدخل في البروفيز بتاع الميوزس 1 ويه؟ خلينا اقولك ان في البروفيز هيحصل نفس الحكاية اللي قلنا بلكده يعني كوندنسيشن لكروموزوم هيحصل لكن هنا الكروموزومات هتترصص على شكل ازواج ازواج بقول على الازواج دي ان هي اسمها باي فيلانت باي فيلانت اوليها اسمي تاني مكتوب عندكم في الكتاب اسمه تتراد تتراد يعني ايه تترا يعني اربعة يعني انا لو جده شوفت الزوج اللي عندي ده البي فيلانت ده حالي ايه بيتكون من كام موليكيول من دي ان ايه بيتكون من اربعة موليكيول ازاي؟ كل كروموزوم يعني الكروموزوم اللونه موف ده في اتنين موليكولز من دي ان ايه واحدة على الكروماتيد ده واحدة على الكروماتيد ده الكروموزوم الازرق بيتكون من اتنين كروماتيد كل واحد شايل واحد دي ان ايه يبقى المجموعة النهائية عندي في البيو فيلاند ايه اربعة موليكولز من دي ان ايه عشان كده بيتسمى اسمي تاني بيتسمى تيتراد زي ما قلنا يا شباب ان الكروموزومات بتترصص على شكل ازواج او البول علي هيمولوجا سبير تبعا ان لها نفس الطول ونفس البروزيشن للسنترومير وبتحصل فيها عملية مهمة جدا الا وهي الكروسينج اوفر ان يبتدي يحصل تبادل للاجزاء من الكروموزومز ما بينهم وبين بعض فينتج لخليط من الكروموزوم ويبتدي السنتريول يهاجر ناحية واند بول من الخلية يكون لك الميتوتك سبيندل والنيوكليار ميمبرين خلاص ايه بيختفي طيب ايه اللي بيحصل ادي الميتوتك سبيندل تبتدي تتكون تبتدي يترصص عليها الهومولوجس بير هتبتدي تمسك في الميتوتك سبيندل اهو بص الازواق هتمسك في الميتوتك سبيندل طيب ايه اللي حيحصل بعد كده هنا لو تفتكروا في الميتوزس كان بتترصص كل كروموزوم لوحده ماسك بالكينيتو كور لكن هنا بيحصل ايه ان الازواج هي ايه هي اللي بتترصص على الميتوتك سبيندل تحت بعضها وبرضه كله حيمسكوا بالايه حيمسكوا بالكينيتو كور في الميتوتك سبيندل اخدت بالك من الفرق ما بين الميتوزس والميوزس هنا في الترصيصة ها شايف ادي اهو البيرز الازواج هيتدو ان هم يترصصوا تحت بعضهم في الميتافيز عند الاكواتوريال بلين بتاع الخلية عند ايه عند الكوتب الاستوائي او خط الاستواء بتاع الخلية يجي في العنافز ايه اللي يحصل هتقصر مين ها الميتوتك سبيندل فتشدلك الايه الماشبك على بعضه تشدلك الكروموزوم واحد من هنا واحد من ايه واحد من هنا تمام ايه اللي يحصل يبتد يحصل الكروموزومات دي كوندنسيشن تفك تاني تفرد ونيوكليار ميمبريني تكون حواليها الميتوتك سبيندل حتختفي ويحصل الكليفيت جفيرو تديك ايه تديك خليتين كل واحدة فيهم فيها تلاتة وعشرين دابل كروموزوم كل خلية هتيجي وتقوم دخلة على ها على الميوزس 2 من غير ما تضعف الدي ان ايه لكن السنتريول هو اللي حيتضاعف فقط وحيتدي هاجل ناحية وان بول ويحصل نفس الكلام في البروفيز وبعد كده ها ايه اللي حيحصل هتبتدي الكروموزومات في الميتافيز تترصص لك على الكواتوريال بلين وتترصص ايه وحيت تحت بعض وحيت شايف كل كروموزوم الواحده زي الميتوزوس كده بالزبط اهي تقصر الميتوتيك سبيندل تشدلك فردة ماشبك كل واحدة ناحية وان بول اهي فصلتلك الكروماتيز عن بعض وبعد كده يحصل لهم برضو دي كوندنسيشن يفكوا ويتكون حواليهم النيوكليار انفلوب ويحصل الكليفتش فيروس سايتوكينيزيس فينطق في النهاية اربع خلايا كل خلايا منهم فيها 23 سينجل كروموزوم اللي هو عبارة عن السبيرم او الاوفام البويضة ليه عشان لما يحصل تخصيب السبيرم مع الاوفام يديك في النهاية البيبي الجميل ده اللي هو خلاياه 46 سينجل كروموزوم كروموزوم اتفهمت؟ يبايز انا شباب انا عندي اهم نقطة اختلاف لما بين المايوزس 1 والمايوزس 2 ايه هي ان في المايوزس 1 زي ما قلنا الخلية دخلت قابليها في الاس فيز فبالتالي كمية الدي ان ايه بتاعتها حصل لها ريبليكيشن فالخلية بقت عبارة عن 46 دابل كروموزوم حصل ان في البروفيز بتاعها ان الكروموزومات حصل لها بيرينج يعني كروموزومات المتماثلة في الطول وفي البوزيشن بتاعت السنترومير جت ووقفت جنب بعض فبالتالي ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل هيبقى عندي 23 زوج 23 زوج ده هيحصل ما بينهم عملية الكروسينج اوفر تبادل الجينات ويجي في الميتافيز تترصص لي كروموزومات تحت بعض على شكل ازواق بحيث ان انا اجي في الانافيز لما اجي افصل حفصل ايه ها حفصل الزوج عن بعضه يعني هيبقى عندي هنا كروموزوم على بعضه والنحية التانية كروموزوم على بعضه بحيث اجي في التيلوفيز لما يحصل سيتوكينيزيس وانقسام السيتو بلاس ينتج في الاخر عندي خليتين كل واحدة فيهم فيها 23 دابل كروموزوم تيجي كل خلية منه وتدخل بعبلها على الميوزس طوق من غير ما تدخل في الاسفيز وتمر المراحل بالزبط زي الميتوزس بحيث ان كل كروموزوم من 23 اللي عندي يترصصوا تحت بعض في الميتافيز وفي الانافيز ها لما اجي اشد هشد على ايه على الكروماتيدز بتاعت كل كروموزوم فيتحرك كروماتيد على الناحية دي وكروماتيد الناحية التانية بحيث اجي في التيلوفيز لما اعمل سيتوكينيزيس واسملي السيتو بلاس من بتاع الخليتين ينتج في الاخر اربع خلايا كل خلية منهم فيها 23 سينجل كروموزوم اتفقنا؟ ده كده يا شباب جدوى المقارنة ما بين الميتوزس والميوزس عملته لكو لو حد عايز ياخده سكرينشوت اختصار لكل الكلام اللي احنا قلناه وده جدوى المقارنة ما بين الميوزس 1 والميوزس 2 برضو حسيبه لو حد عايز ياخده سكرينشوت كده يبقى خلصنا ونيجي للسؤال بتاعنا ونقول انا عندي خمس محطات تفتيش نشوف اول اختيار هل الكروموزومة السيجريجيشن شيكبوينت؟ لا احنا قلنا كروموزومة السيجريجيشن معناها هتعمل ايه؟ انها هتتأكد ان الكروموزومات بتاعتي انقسمت لـ 2 sets قبل عملية السايتوكينيزس او انقسام السايتو بلازم فبالتالي الشيكبوينت دي بتحصل امتى بتحصل في التيلوفيز؟ في التيلوفيز يعني اذا ها لأ بتكون الخلية قريدي دخلت في الميتوزس يبقى ما ينفعش تاني اختيار ده سيم سبيندل أسامبلي شيكبوينت؟ احنا قلنا سبيندل أسامبلي شيكبوينت يعني ايه؟ يعني دي تتأكد ان الكروموزومات مسكة كويس قوي 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 في الميتوزيجيشن قبل ما ايه؟ ها قبل ما اعمل انفصال للكروموزومات يعني يعني المرحلة دي بتحصل في الها برضو في الميتوزس يبقى اذا مش دي اللي منع الدخول الخلية في الميتوزس نشوف الاختيار الثالث The Unreplicated DNA Checkpoint محطة التفتيش اللي بتتأكد هل الDNA حصل له كله تضاعف ولا في جزء لسه ما تضعفش اه يبقى هي دي فعلا اللي بتحصل في الجي تو اللي بتحصل بعد عملية تضاعف الDNA فبالتالي هي دي اللي حتمنع دخول الخلية في الميتوزس لحد ما تتأكد ان ايه؟ ان كل الDNA حصل فيه تضاعف وعشان اتأكد اكتر من الاجابة الصح ان انا عندي المراربع restriction point قلتلكم restriction point دي اللي بتحد دخول الخلية في الـ فبالتالي ها دي بتحصل في الجي وان وليس ها اللي بتمنع دخول الخلية على مرحلة الميتوزس يبقى الاجابة الصح The Unreplicated DNA Checkpoint كده نبخلصنا Thank you نشوفكم المرة الجاية ان شاء الله